في شبوى أيضا عمد محافظ المحافظة عوض بن الوزير العقد الخاص في إنشاء مدرسة للبناء في مديرية جردان مكونة من سبعة فصول دراسية مع ملحقاتها في تمويل الكويتي قدروا بحوالي أربعمائة ألف ريال سعودي ويقضي العقد على إنجاز مشروع المدرسة الممول مجمعية عبدالله النوري الكويتية الخيرية خلال سبعة أشهر أنوها محافظ شبوى بدعم دولة الكويت وأياد الخير فيها للمشاريع التنموية بالمحافظة لافتا بسبق تدخلاتها النوعية في مختلف محافظات البلاد ومؤكدا على استدامة الاستفادة منها منذ سبعينيات القرن الماضي